اشتركوا في القناة لمجلس التنمية الاقتصادية خلد رمحي ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار الذي يزيد مدة رخصة الاقامة للمستثمرين الاجارب من سنتين كما هو معمول به حاليا الى مدة تصل الى عشر سنوات من شأنه ان يعزز المزايا التنفسية للمملكة مشيرا الى ان هذه الخطوة تبعت خطوات اخرى من بينها انفتاح القطاعات الى تملك المستثمرين واشر الرمحي على هامش يمسية رمضانية اقامها مجلس التنمية الاقتصادية ان البحرين حققت اعلى نسبة نمو في المنطقة وصلت ل3.9% منوها بنمو القطاع غير النفطي في المملكة من جانب اخر اكد الرمحي ان مجلس التنمية الاقتصادية لا يزال يتبع نتائج مؤتمر بوابة الخليج الاستثماري والذي قدم فرصا استثمارية ب26 مليار دولار لاحظنا في خلال 2017 ان الاقتصاد البحريني كان اقوى اقتصاد بالنسبة حق النمو النمو كان تقريبا 3.9% القطاع القير النفطي نمى تقريبا 5% وهو اقوى قطاع الصراحة شاهدنا في سنوات الاخيرة نتابع معهم بشكل اسبوعي على ما هي نتائج هذه الزيارات والنقاش اللي دار من بينهم ومن بين المستثمرين اللي حضروا في خلال المؤتمر احنا متفائلين ننظر فقط الى النقاش اللي دار مع المجلس التنمية ومع بعض المستثمرين احنا متفائلين انه حيكون هناك استثمارات حتأتي نتيجة لهذا المؤتمر اكد اصحاب محل صرافة ان الطلب على العملات الخليجية يزداد في العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك تتبعها حركة قوية على ارسال الحوالات المالية الى عدة بلدان عربية واسيوية بنسبة زيادة تفوق ال 50% مقارنة بمعدلات الطلب في الايام العادية وبحسب اصحاب محل الصرافة يتصدر الريال السعودي الحركة النشطة على العملات مع انتعاش موسم عمرة شهر رمضان والعشر الاواخر على وجه التحديد بنسبة زيادة تتجاوز 100% مقارنة مع الايام الاخرى وذكر اصحاب محل الصرافة ان الاسبوع الاخير من رمضان يشهد انتعاش سوق العملات مع استعداد الكثير من العوائل للسفر في اجازة الصيف ضعف الطلب على الريال السعودي ذلك بسببين الأول ان الاسر البحرينية تذهب الى التسوق في المنطقة الشرقية في ليالي شهر رمضان والسبب الثاني والسبب الاكبر هو حركات العمرة وخاصة في العشر الاواخر من شهر رمضان يعتبر شهر رمضان المبارك من اشهر الذروة في حركة التحويلات المالية ويبدأ ارتفاع نشاط التحويلات المالية قبل دخول شهر رمضان المبارك حيث الجاليات العربية والمسلمة ونذكر بالخصوص الجالية المصرية والجالية اليمنية والجالية الباكستانية تهرح او تبدأ في ارسال اموالها قبل لا يبدأ شهر رمضان المبارك ارتفع حجم سوق السندات والسقوق المحلية في السعودية بعد ادراج وتداول ادوات الدين الحكومية الجديدة بنحو تسعة مليارات ريال وارتفع حجم السوق بنسبة ثلاثة فاصل اربعة بالمئة ليبلغ حجم سوق السندات والسقوق نحو مائتين وثمانية وخمسين مليار ريال وتشكل ادوات الدين الحكومية الجديدة ثلاثة فاصل ثمانية بالمئة من ادوات الدين الحكومية الاجمالية المدرجة في السوق والبالغة مائتين وتسعة واربعين مليار ريال ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيس بي ام اي الخاص بالامارات العربية المتحدة التابعي لبنك الامارات دبي الوطني والمختص بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط من خمسة وخمسين نقطة في ابريل الفين وثمانية عشر الى ستة وخمسين نقطة في مايو الماضي مسجلا اعلى مستوى له في اربعة اشهر وجاءت هذه القراءة مدعومة بالنمو الحاد في كل من الانتاج والطلبات الجديدة واعمال التصدير الجديدة التي وصلت الى اعلى مستوى لها في ثلاثين شهرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة